يعني الخيارات كثيرة والخيارات عديدة والجمهورية الإسلامية للآن لم تنفصح عن الطريقة التي سترد بها على الكيان الصهيوني تكلمنا في فترة من الفترات كانت إسرائيل تستطيع أن تفعل ما تشاء بالمنطقة اليوم بفضل الجمهورية الإسلامية استطاعت جمهورية الإسلامية أن تجعل من الكيان الصهيوني محاط بصواريخ محورة المقاومة اليوم إسرائيل تتوقع أن تكون هناك صواريخ من اليمن وصواريخ من لبنان وصواريخ من سوريا وصواريخ من العراق وصواريخ أيضا من الجمهورية الإسلامية لكن كيف تخترق الأجواء اللبنانية يومية وقامت أيضا بمعزرات في مدرس التابعة؟ طبيعي هذه الحرب هي حرب ربما بعض ينتظر الحرب المفتوحة هي الآن حرب مفتوحة إسرائيل تمارس هذه الحرب المفتوحة لكن إسرائيل لا تستطيع المواصلة والمماطلة بهذا لأن حرب الاستنزاف هي ما تريده الجمهورية الإسلامية وغيرها إسرائيل لا تستطيع أن تستمر بحرب الاستنزاف جميع الفضائيات كل البرامج السياسية كل المحطات المهمة تركز على الداخل الفلسطيني والدمار الذي موجود فيه وتركز على الداخل الإيراني وغيرها منها لكن القليل يركز على الداخل الإسرائيلي هل نشاهد مطارات إسرائيل ماذا يحصل بها الآن من زحام لمغادرة إسرائيل؟ هل نعلم ما هو مستوى الاقتصاد الإسرائيلي؟ هل نعلم كيف هي حياة المواطن الإسرائيلي؟ هل يعيش حياة طبيعية كما يعيش المواطن في بيروت وفي طهران وفي بغداد وفي صنعاء؟ أبدا هذا جزء من هذه الحرب الإعلامية تكلم الأستاذ سيف عن الحرب النفسية وتكلم جنابش عن هذه القضية هل نعلم ليس كل الحرب إنما هذا جزء جزء منه حرب إعلامي وجزء منه حرب نفسي وجزء منه حرب سياسي وجزء عسكري